السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أصدقائي موضوع اليوم هو الكويل مالكاش في المعادن ملتي ديركتور الكويل يقولون اكو عندنا صعوبة بي ومنيا من التلفزيون التلفزيون هي مارة التلفزيون كاملة كل المجموعة بس السماعات والشاشة وطبعا حتى السماعة نشتغل بها كفحاص هاي السماعات ايضا انت راح تحتاج تبحث بها من تسوي كاشف معادن وبعدين تستخدم سماعة صغيرة لا تريد طورت الجهاز وخليتها الداخل كبير الطبلة هاي مالة التلفزيون بها اثنين كويلات بها الكويل مال المحيط والكويل مال الكب هذا يتعرفون الشغل ماله هو الشغل ماله ان يفتح الصورة يكبر ويزغرها وينطيها ميلان وزغر هنا الميلان والأفق والجانبي وعجاج وغيره الملف هذا موجود وهذا فرايت فاحنا هذا ما نحتاج هذا الملف لان هذا الملف مكبوس حيل هناك بداخله صعب الفتح ماله وايضا النسب والمقادير اللي مخلينها لو اينا حاس خالطينها مو مثل الكويل اللي موجود بالمحيط هذا المحيط مال الشاشة الافضل هو هذا اللي موجود هنا هذا اللي تشوفونا هذا الشيء مال محيط الشاشة يكون بهذا الشكل وبمقابس هذا المقبس خطين موجودات يتركبون على الطبلة هذا السلك اذا فتحه راح نحصل على سلك كافي انه يصنع انه كويل مال كاشف مهادم مال كاشف ذهب هذا طبعا هو كاشف الذهب اذا نريد نقيس الدورات مالته اللي موجودة هذا المخطط ماله اذا صنع على شكل ديدي ثنيا كويلين انت راح تصنع اول مرة دائرة وبعدين دارة تخفلها من النص اكو فيديو موجود بالقناة شون تسوي طريقة عمل القالب مال الكويل يعني شيء بسيط كيفك تضطي 75 تضطي 105 هذا هو طبعا المجال اللي قاعد يتالف وهي الطابلات اللي من 12 فولت فما دون يعني ما يسوينا تثير على المضخمات ما يتلفين يحرقين لان هذا هو باعتبار دمي فالكويل هذا هو كل جزء راح يلف من 75 إلى 105 بعض الشكل وبعدين راح يتراكم الكويل الثاني هذا الكويل المحايد اما المتداخل اللي هو واحد بداخل الثاني نوعية الثانية هاي المحيط الخارجي اللي هو الكويل الخارجي من 75 إلى 150 هذا الخارجي اما الداخلة تقدر تخلي الضعف من 75 إلى 150 هاي كلا تتحكم به من 150 وتبدأ تصاعد عدد الدورات اللي انت تريدها وتعجبك لحد ما توصل 150 ضعف هذا يكون راح أخلي الآن الرابط المخطط موجود عنده بالمدونة راح أخلي لكم الرابط وهذا أشكال الكويلات اللي نصلح من عنده هسا راح أراويكم نفتح سيلك من هذا الكويل مع للتلفزيون طبعا هاي المجموعة مالة التلفزيونية كلها تفيد هناك منظمات منظمات جهد 7805 و 7802 واكو هنا باورات تفيد بالذبذبة موجودات هذا واحد وهذا واحد موجود كل الأجزاء اللي تستخدمها من التلفزيون تحصل بها مقاومات وتحصل بها هواي يعني تفيدك ورشة كاملة لك احتياجات مال ورشة كاملة المقاومات اللي موجودة هنا بهذا التلفزيون فاذا لقيت لك يعني التلفزيون المشمورية وتتلفزيوتها القديمة هسا صارت استفاد من عدة فتح الأجزاء هاي البيو واستفاد من عدة طبعا وهذا نستخدمها بش اسمه بالعاكسات هذا الكويل تستخدمها تقدر تسوي عاكسة صغيرة ماتين وعشرين ماتين وعشرين ماتين وعشرين نفتح الملف ماله وراح نقيس عدد القيس القطر مال السلك اللي نستخدمه بالكويل هذا السلك لأطراف مرتين تفتح هذا التيب اللي دائر ما دائر هذا الكويل وتطلع الملف بهذا الشكل وتبدأ تطلع الراس وتلفه على بكرة تعيد اللف ماله وتلفه على شكل أسطواني طبعا الدائرة اللي راح تلف عليها القطر مالها يكون ثلاثين سانتين فما أكثر بهذا الشكل ثلاثين سانتين من المحيط هذا مال الدائرة المحيط الثاني يكون ثلاثين سانتين أيضا هاي نفس الحالة ثلاثين وبعدين تكسر النص السلك هذا سراح نقيس القطر ماله هاد هاي بالفيرنير القدمة راح نقيسه صفر فارزة خمسين هذا صفر فارزة خمسين مل القطر مال السلك الغاية من هذا السلك هو يعدناك أسلاك موجودة بسوق موجودة وتنباع ورخيصة لكن هذا السلك هو ضايفين لمقادير حتى يكون بي نوع من الارسالية للأشياء الموجودة بالشاشة وبعض المخاليط ما للمعادن فينفع بالكاشف ينفع جدا وناجح بعد ما جربت يلا نفع طبعا هواير سوتها ملفات ليس نجاح مثل نجاح هذا السلك الموجودة بالشاشة هذا أكثر فائدة وأكثر تعثير وأكثر رسالة للموجة وأكثر شيء للذهب طبعا الموجة مالتها هي 75 كيلوهرتز فتبدي بعد ما تفتحها تلفه وانه تلفه مرة ثانية على شكل ديدي أو على شكل متداخل مثل هذا الملف اللي سويناه هنا وتوصله بأسلاك تريد تسوي لقالب وأكوهم طريقة شرح موجودة بالقناة أيضا راح نوضح به هذا وإذا ما اشتغل عندك طبعا تسوي ما تكمل هذا الكويل تلفه تلفه وتكمله على شكل كويلات اثنيا وتكملهم وتربطهم تربط الملف الأول تنطي مشترك من هذا الكويل لهذا الكويل تحصل ثلاث أطراف إذا ما اشتغلت عندك الطبلة اللي راح تجيبها مات المسجل لا تهيز غيرها استخدم طبلة ثانية من غير نوع وشغلها للتأثير الماله هذا طبعا قوي هذا السلك هذا الكويل والصوت اللي يطلع من عنده يعني صوت واضح من يلتقط شيء وأنصح دائما طبعا بضافة على أطراف الملف من نشرك الملف الأول بالثاني نضيف مكثفة سيراميك يعني بعد ما تكمل ملف الدائرة الوحدة من تكون دائرة واحدة راح يطلع عندك أطراف اثنيا وهاي دائرة الثانية راح يسوي راح يطبقين بهذا الشكل الكويلات اثنيا هن وتبدي تركبهن على الطبلة اذا الصوت ما طلع عندك واضح الصوت مال الكشف تضيف مكثفة سيراميك مثل هاي هاي المكثفة اللي 400 فولت تربطها بين الطرف هذا وبين الطرف هذا حتى تحسن الصوت مال الكشف يعني طلع عندك صوت واضح بين الأطراف مال الكويلات ولمشترك الأطراف هاي بهذا الشكل بين هذا وبين هذا يطلع عندك الصوت واضح يعني ذا لفيت الكويلات بهذا الشكل القطر مال يكون ثلاثين ثلاثين أو أكثر أو أربعين وعدد الدورات من خمسة سبعين إلى مئة وخمسة ونتب كيفك مخير شون ما سوي سويه بهذا الشكل تخلي واحد فوق الثاني الكويلات هذا مجرد يعني قلب للشرح تخلي واحد فوق الثاني تربط الخارج من هذا ويمكمل الدورة لهذا الكويل بهذا الشكل احنا ذنين دمجين اثنين هن الكويلات بهذا الشكل يعني دورة كاملة راح تكمل بهذا الشكل كملنا الدورة طلع عندنا طلع عندنا المركز هذا المشترك بين الكويلات وذن الأطراف طلع عندنا تلث سلاك بهذا الشكل الإشار اذا ما طلع عندك الصوت واضح اذا ما عجبك الصوت راح توصل مكثف سيراميك بين هذا وبين هذا ذن الأطراف تربطن هنا يطلع عندك الصوت واضح بعد ما ربطت بهذا الشكل راح تاخذ واحد من الكويلات تكسره بهذا الشكل بهذا الشكل يصير الكويل والكويل الثاني ايضا بهذا الشكل تكسره بعد ما كملت الدائرة ويتراكبون اثنين وهنا تبقى تتحكم بالموجة مالتك بالريتد لحد ما توازن وثبت بهذا الشكل هذا الشكل فقط بس عليه الكويل بس عليه الكويل اوضح حنا شلون تربطه يطلع عندك ثلاث اطراف هذا المشترك يدخل على البارد واحد يروح على المايك واحد يروح على السماعة واحدة من السماعات والسماعة الأخيرة تبقى تلطينا صوت بهذا الشكل حسب المخطط المخطط هنا هذا مال الكويل الملف المحايد المتداخل هذا الثاني نفس الكويلات هي نفس الطريقة ونفس العدد مال اللفات بس انت من راح تكسر هذا الملف الثاني بهذا الشكل راح تضاعف الدورات بهذا الشكل بكل بساطة تضاعف عندك الدورات من 75 الى 150 او 140 يكون بهذا الشكل نحن يزيد عندك اللفات وايضا لتحسين الصوت اذا تبدأ تضيف سيراميك يطلع عندك صوت شوية قواحلة مال الكشف بالمكثفة وايضا تجينا بالتعليقات عنه شنو هذا اللاين هو يصير كاشف ذهب لا ما يصير هذا شنو هذا مجرد كويل يجيبه ويظهل يقشير بيه ويظهل يقشير بيه ما يعرف شنو هذا الشيه غلط لا يكشفه لا ايشيه وهذا ايضا يستخدمونه بهذا الشكل هذا ويظهل يقشيرون بيه مستحيل لان هذا الاول شي هاي المجموعة هذا النص ما من الداخل له هذا النص ما صاحر فوق على متحصل الاشارة وبعدين يحتاج لطبله مال تضخيم هذا الكويل صح هو معزل منا نص ومنا نص لكن يحتاج طبله مال تضخيم مال صوت على مود نصف منا راح يرسل الاشارة والنصف راح يستقبلها النظرية مالتها راح اوضحها لكم دائما يكون هذا يمطي كهرباء واحد من الكويلات يمطي كهرباء الى مستوى لنفرض هو خمسين سنتيم يمطي كهرباء مجال مغناطيسي او هيرتز يمطي موجه فهذا دائما من يصير من يمطي الموجه الملف الثاني الكويل الثاني يبقى متحسس ويا على نفس المستوى اذا هذا منطق خمسين هذا التحسس ماله ايضا خمسين حسب الحركة اللي صعدتها انت فوقه خلتها يتحسس منه فيبقى دائما متحسس مني منيمر علي المعدن راح ينطيك اشارة منيمر المعدن فوق المستوى من صفر الى خمسين سنتيم راح يتحسس ينطيك اشارة منيال الشارة تتكبر عن طريق المضخم مال الصوت هذا التلفزيون بي مضخم مال الصوت موجود هذا مضخم مضخم مال الصوت هذا موجود هنا عائل مجموعة الصوت ومنطينا تبريد اكثر من حجمها بينما هذا مو استيريو هذا منه هذا النوع مو استيريو الصوت ماله ما يصير كاشف مال مهاذا اذا نقص الطابلة وناخذها ونفحصا نلقها بس تك واحد من نظام استيريو سماحة مولو ايضا المكثف السيراميك هذا موجود هنا هذا مكانه هذا تقدر تستخدمه تحسين الصوت مع الكاشف ومجموعة من ضمن دائرة التوحيد بالقلطرة موجود هنا الأسماء والمكثفات هعب الشغلات في ذلك لا تفتحها لكن ناخذ الشي المهم من عدة هو السلك مع الكويل هذا نسى بها من عدة نسوا به الملتا دايركتور طبعا الكويل هذا هو مو اجتهد من عندي هذا لا انا صانعه ولا اجتهد من عندي هذا الشركات العالمية هي صانعته هذا لها موقع خاص ومخاططات ومرتسمات خاصة لصناعته طبعا انا راح اخلي بالوصف قلت لكم راح اخلي بصندوق الوصف او بالبطاقات فوق الفيديو اخلي ايضا اخلي لكم الرابط بالمدونة ادخل تلقى المخاططات اللي موجودة الاشياء طريقة صناعته مخاططات من الشركات العالمية لكن طريقة التدخيم لها اتكارته ان شاء الله ستساعد ان شاء الله بالحلقة الجاية راح نركب المضخم ونشرها بطريقة عملية وحدة ونجمع الاجزاء مالته ونستخدمها ونربطها على الكويلات اللي ما مشترك اشترك بالقناة شكرا لكل من تابعني لحد هذه اللحظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته